أعربت الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رفضها التام عن التراجع الملحوظ لإهتمامات المجتمع الدولي بمسيرة السلام في الشرق الأوسط مستنكرة الفشل الدولي في مسألة السلطات الإسرائيلية عن جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل أعربت دولة الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق تجاه الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد حروبا ونزاعات مسلحة مسببة الدمار والهلاك وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جينيف السفير جمال لغنيم أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مؤكدا أن الفئات الضعيفة في العالم هي التي تتعرض للانتهاكات وما يتبع ذلك من تشرد وتهجير وتكون بذلك أولى الضحايا وأشار إلى إدانة دولة الكويت وبشدة استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الأراضي الفلسطينية وما تقوم به من انتهاكات واضحة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي ومجلس حقوق الإنسان وقراراته ومن جانب آخر أكد بأن الكويت تدين بشدة كافة الأعمال القتالية التي تشهدها سوريا وفي الموضوع اليمني أكد دعم دولة الكويت تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن مع الإشادة بإنجازات لجنة التحقيق الوطنية اليمنية والتأكيد الكويتي على ضرورة دعم اللجنة الوطنية اليمنية في مهامها ومساعيها ومساعيها